مساء الخير يكللها الحزن على اغتيال العدالة مرت الذكرى الثالثة لجريمة الرابع من آب التي لفت عامها بالسواد وتقبلت العزاء بغياب الحقائق واقتصرت المناسبة على احياء لحظات الألم في مكان عصفه فبيروت في الرابع من آب ظهرت على صورة الأسى الذي لم يفارق قلوب أهالي الضحايا وحسرتهم على دفن التحقيق في العنبر السياسي القضائي المشترك وبيروت مدينة التشريع ورجال العدل ومصدرة الإفتاء في الحق بدت معزولة عن استعادة حقها وإعادة الروح إلى أهل لا يطلبون سوى الإفراج عن التحقيق العدلي الذي زج به في المعسكر السياسي ثلاث سنوات غالبت نفسها وقارعت أحزابا وتيارات ومواقف سياسية وعمليات قبع وقلع وارتيابا بالمشروع وغير المشروع وكان الكاف وراء الكاف ينزل على الملف من بداية القاضي فادي صوان وتحقيقه العدلي في شباط 2021 بعد ارتياب من توسيع تحقيقاته واستدعائه رئيس حكومة ووزراء سابقين ونواب حاليين ضرب فادي بحجر صوان سياسي رفيع أرداه معزولا عن الملف بقرار شاركت بصنعه كل الدولة ولما تسلم القاضي طارق البطار التحقيق من سلفه المخلوع وقبل أن يسطر قراره الظني هدد القاضي الثاني بالقبع عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنصيق وفيق صفا وتم تنفيذ الحكم السياسي به في آخر العام 2021 ومنذ ذلك الحين والتحقيقات متوقفة ومعلقة على نزاع لا أفق لها وقد تخللته حروب ودماء وسقوط ضحايا وحادثة الطيون مثالا ولليوم فإن لا إرادة سياسية في ختم التحقيق وتقديم المسؤولين عن الجريمة للعدالة لبل إن من كانوا في السجن على ذمة التحقيق تم الإفراج عنهم بلحظة تحدي سياسية اتخذها القاضي غسان عويدات وليس أمام أهالي الضحايا سوى الضغط لاستئناف التحقيق والذي في بريطانيا وحدها وصل إلى نهايات وسطر قرارات حيث صدر الحكم النهائي عن محكمة العدل العليا في لندن بحق شركة سافارو التي فرغت حمولة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وكان هذا الإنجاز القضائي الوحيد في الملف ملزما الشركة بالتعويض للضحايا وذويهم المدعين وحددت مبالغ تعويضات المستحقة لهم وما خل القضاء البريطاني فإن الدول الغربية توزع الكلام بالمجان وتبرق مستنكرة ومطالبة بنتائج التحقيق ويغرين الرئيس الفرنسي بأبيات من الرومانسية والحنين على أيام قضاها في بيروت لكن أي من الدول لم تستجب للطلبات اللبنانية المتكررة في تسليمنا ذات الأقمار الصناعية لما سبق وتل من حراك جويا في الرابع من آب وبالامتناع الدولي والارتياب المحلي تدخل الجريمة عامها الرابع بلا وعد في كشف الحقيقة وتحمل تبعاتها وحدهم الأهل يصارعون ويرفعون لواء العودة إلى التحقيق ويقارعون شمس آب ويخرجون بحناجر مدوية لا تطلبوا سوى أعلان المسئوليات رحمة بأرواح من رحلوا فمئتان وعشرون ضحية ومئات الجرحى ينتظرون من ينصف رحيلهم أو التسبب في جعلهم بنصف روح ولأجل هذه الحقيقة تهون الحصنات والحمايات والتسقط عمليات الارتياب المصطنعة لأن المرتاب الأول هو كل أم فقدت ابنا كان اليوم سيحتفي بنتائج شهادته الثانوية وكل أخ وأخت وحفيد كانت الدنيا بانتظاره في اليوم التالي هي حرب القضاء على القضاء الذي أصبح محفلا للسياسيين يصادرونه من جريمة العصر إلى جرائم باسم القصر وأحدى هذه الجرائم أن القوى السياسية لو انتخبت الدكتور سمير جعجع لما وقع انفجار في مرفأ بيروت أساسا وهو توقع في مكانه لرئيس حزب القوات لأن جعجع يعرف جغرافيا المكان وله في الحوض الخامس صولات وجولات من الارتكابات التي دفنت مع حقيقتها وخرجت بالعفو العام والرحمة على شهداء الحرب منذ 45 عاما وضحايا المرفأ منذ ثلاثة أعوام